بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد عرضنا في الحلقتين السابقتين مشكلة غلاء المهور وما أدت إليه من انتشار ظاهرة العنوسة وظاهرة الطبقية والتين حرص الإسلام منذ بواكيره الأولى على القضاء عليهما قضاء مبرما لما يترتب عليهما من ضياع حقوق تمس حياة المرأة والشباب مسا أليما مباشرا واليوم نعرض لظاهرة سلبية أخرى أثرت تأثيرا سيئا على شخصية المرأة والأسرة وأربكت حياتها وحياة أطفالها هذه الظاهرة هي ظاهرة فوضى الزواج وأيضا فوضى الطلاق وكلاهما أثر من آثار فهم نصوص الشريعة فهما فيه من وحي العادات والتقاليد أضعاف ما فيه من وحي القرآن الكريم والسنة النبوية وأقول إنه رغم امتلاك أمتنا من التعاليم التي تكفل رقي المرأة وقدرتها على تحمل مسؤولياتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلا أنها لا زالت تراوح بين مد وجزر وتقدم وتقهكر على طريق النهضة والإصلاح وسبب ذلك فيما أرى أمران الأول أنه حدث في مسيرة تشريعنا الفقهي ما يشبه السيرة في عكس اتجاه النصوص وذلك حين طغى منطق العادات والتقاليد والعرف المتوارث على التشريعات القرآنية والنبوية الواردة في شأن إنصاف المرأة وتمكينها من حقوقها حتى صارت التقاليد كأنها الأصول وصارت النصوص كأنها فروع خادمة لهذه الأصول وبعبارة أخرى تحكمت العادات والتقاليد في فهم النصوص وكان المفروض أن يحدث العكس وتتحكم النصوص في تهذيب العادات المتسلطة على حقوق المرأة وقد نتج عن هذا الوضع المعكوس فقه صادر على المرأة بعضا من حقوقها الشرعية أو حال بينه وبينها وكانت الثمرة المرة لهذا الوضع أن أصبحت المرأة المسلمة التي حرر الإسلام عقلها منذ قرون عدة من قيود الجهل وأطلق إرادتها من التبعية العمياء أصبحت هذه المرأة مضربة الأمثال في الضعف والاستكانة والانزواء بين الجدران أما السبب الثاني في تعقيد وضع المرأة المسلمة اليوم فهو في كلمة واحدة اختلاط العادات والسياسات بالدين وإخضاعه لأهوائها وتقلباتها وتحت هذه الكلمة غور بعيد من البحث والدرس ليس فقط فيما يتعلق بأسباب التراجع في مجال نهضة المرأة المسلمة وقدراتها الهائلة في بناء مجتمعها بل فيما يتعلق بأسباب الضعف العام في جميع مجالات المجتمع العربي المعاصر ومعلوم أن دور الدين بصورة عامة والإسلام بصورة خاصة هو دور المجدد للفكر والمفجر للطاقات والمحطم للعادات المكبلة للإرادات والحريات وأن ربط الدين بالسياسات المتقلبة يضعف من قوته وطاقته وقدرته على التغيير ويدفع بالعادات والتقاليد لتأخذ مكانه في قيادة المجتمع وحالة إذن يضطر الفقهاء لاستحداث فقه يميل بطبيعته للتشدد بقدر ما ينحرف عن روح النصوص ومع هذا الإرث المتراكم فقدت المرأة المسلمة كثيرا من ثوابت شخصيتها وظلت في حالة كر وفر بين فقه موروث يحتاج إلى تجديد وفقه غربي ضارئ على ثقافتها الضاربة في جذور أعماقها الفكرية والنفسية ولسنا في حاجة لضرب العديد من الأمثال للتدليل على أن فقه التقاليد والموروثات من شأنه أن يحرم المرأة باسم الشريعة من حقوق كثيرة ما كان لها أن تنالها لولا هذه الشريعة السمحاء ولكن أكتفي بالإشارة إلى بعض أمثلة لهذا الصراع بين صحيح الدين من ناحية وسيطرة العادات وما ينتج عنها من مآس في حياة المرأة المسلمة المعاصرة من ناحية ثانية من أمثلة الصراع بين فقه صحيح الدين وفقه العادات والتقاليد هذا الالتواء في تفسير نصوص القرآن الكريم والسنة المشرفة التواء شوه صورة الأسرة المسلمة وأدى إلى ما يمكن تسميته ظاهرة فوضى الزواج وفوضى الطلاق أيضا وما نشأ عنهما من ضرر بالزوجات والأمهات في حالات فوضى التعدد ومن حرمان الكثير من الأطفال من حقوقهم في عيش آمن وأسرة مستقرة واستقطابهم فيما يعرف بأطفال الشوارع واستغلالهم في جرائم الجنس والسرقة وترويج المخدرات والمتاجرة بطفولتهم البريئة في الإعلانات وإجبارهم على أعمال لا يضيقونها ولا حيلة لهم في الصبر عليها وأود أن ألفت النظر إلى أنني لست من دعاة تحريم تعدد الزوجات مطلقا ومعاذ الله أن أجرؤ على ذلك أو أدعو إليه ولكني من دعاة ضرورة الفصل الحاسم بين فهم نصوص القرآن الكريم وأحكام شريعته في هذه القضية فهما صحيحا مرتبطا بمقاصد هذه النصوص وغاياتها وبين الفهم الملتوي المشوش لهذه المصادر المقدسة والذي كان من أهم أسباب تعثر المجتمع المسلم وكبواته المتكررة على طريق التنمية والتقدم أن نصوص القرآن الكريم بكل يقين وتأكيد لم تبح للمسلم أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إباحة مطلقة بغير قيد أو شرط وإنما أباحت له ذلك من أجل الضرورات المشروطة بالعدل المطلق في كل تصرف صغير أو كبير يصدر من الزوج تجاه زوجتيه أو زوجاته وهو العدل في الإنفاق وفي الطعام وفي الملبس والمسكن والمبيت ولم يستثن الشرع من ذلك إلا ما يتعلق بدائرة المشاعر والأحاسيس القلبية انطلاقاً من أن هذه المشاعر من طبيعتها أن تعلو على الإرادة الإنسانية وتخرج عن سيطرة حرية الاختيار وأنه ليس للزوج أو الزوجة من أمر المشاعر القلبية شيء وليس في يد أي منهما أن يتصرف فيها بتغيير أو تعديل ومن هنا لم يتعلق بها تكليف شرعي بأمر أو بنهي ولو أن الله تعالى جعل مسألة الحب من قبيل الأمور التي تخضع لتصرف العبد لأوجب على الزوج أن يعدل في محبته بين الزوجات وإلا كان آثماً ومسؤولاً عن الظلم في توزيع هذه المشاعر بين زوجاته يوم القيامة وإذن فإباحة التعدد هي في أفضل أحوالها رخصة مشروطة وحكم الرخصة كما هو معلوم أنها ليست أمراً واجباً ولا مندوباً في حد ذاته ولا أمراً مباحاً إباحة مطلقة لأن الرخصة هنا مشروطة بشرط يخرجها من دائرة المباحات المطلقة التي يجوز للزوج أن يفعلها أو يتركها حسب رغبته وفرق بعيد بعد المشرقين بين مفهوم الإباحة المطلقة للشيء وبين الرخصة المقيدة بشرط يرتبط بها هذا الشيء وجوداً وعدماً ومن المعلوم عقلاً وشرعاً أن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط ونتساءل الآن هل رخصة تعدد الزواج في القرآن الكريم رخصة عامة مطلقة بدون قيد ولا شرط بمعنى أن المسلم حر في أن يتزوج ثانية أو ثالثة حسب ما يشتهي وحسب ما يريد ودون أي حرج أو مانع شرعي أو أن هذه الرخصة مقيدة بقيد منصوص عليه نصاً صريحاً والإجابة الصحيحة إذا قرأنا القرآن قراءة أمينة هي أن رخصة التعدد ليست مطلقة ولا حقاً مطلقاً من حقوق الزوج وإنما هي رخصة مقيدة بقيود صعبة ثقيلة منها قيد العدل المنصوص عليه في قلب الآية التي يحتج بها على إباحة التعدد وهي قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْصِدُوا فِي الْيَتَامَةِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا ونحن بطبيعة الحال لا نستطيع أن نعرض تفسير هذه الآية الكريمة على سبيل الاستقصاء والتفصيل وذلك لما تطلبه هذا التفصيل من امتلاك خلفية خاصة من علوم اللغة والتفسير وأسباب النزول قد لا تتوفر لكثيرين ولكن نكتفي بالإشارة إلى أهم الدروس التي استنبطها علماؤنا وأئمتنا من هذه الآية ولهذا حديث آخر موعده في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى شكرا لحسن السماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته